على كل الوقوف أكثر عند هذه الأرقام وما هو متوقع من الفيدرالي الأمريكي خلال المرحلة القادمة الدكتور خالد الزامل وهو المستشار المالي لمجموعة أطلس لتطوير الاستثمار مع هنا في الأستوديو مرحبا بك دكتور وشكرا لحضورك معنا طبعا الأرقام الأخيرة التي ذكرت قمتها قليل بالفعل كانت واضحة ردة فعل الأسهم عليها والتي أخذت جهة استبعاد لرفع معدلات الفائدة بالفعل قبل نهاية العام الآن النسبة الأكبر تذهب إلى بداية العام 2016 برأيك هذه الأرقام كانت كافية لإنهاء الاحتمال؟ الاحتمال أول شيء بالنسبة لجينة يالين حكت بأو رأساني سياسة النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية أكدوا عبر عدة تصريحات أنه لا يمكن رفع سعر الفائدة إلا بتحقيق شرطين الشرط الأول هو تحسين سوق العمل والشرط الثاني هو تخفيض معدل الفائدة بحيث يبلغ المعدل المستهدف وهو 2% الآن المعدل البطالة يحوم حول 5% تقريبا ومعدل التضخم استاته منخفض وإذا ما قرأنا قراءة تحليلي لهذا الواقع نجد أن هناك الهدفين اللي يطالب بها صانع السياسة الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية بتحسين سوق العمل أي تخفيض معدل البطالة ورفع معدل التضخم إلى المستهدف نجد أن لو بحثنا بمعامل الاستقرار النقدي وهو مؤشر يقيس الأبعاد التضخمية في الاقتصاد لنجد من خلال العلاقة الرياضية التي تم حسابها حسب البيانات المستقات لدينا نجد أن معدل الاستقرار النقدي أو معامل الضغط التضخم هو دون الواحد بالمئة وهذا مؤشر على عدم الاستقرار النقدي وانخفاض الأسعار ولو أخذنا المؤشر الثاني اللي هو معدل البطالة معدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي هو الآن في المستويات المنخفضة انخفض عند النقطة 5.1% وهو مؤشر مرغوفي عند هذه النقطة ولكن معدل التضخم كمان منخفض فلو رجعنا إلى القاعدة الاقتصادية التي تقول أن هناك علاقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة فمعدل البطالة هو الآن 5.1% ومعدل التضخم دون الاثنين بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع من نشهد حالة فريدة من نوعها لأول مرة تطرق في الاقتصاد لأطرقت في الاقتصاد بسنة 1974 أن يكون المعدل التضخم ومعدل البطالة باتجاه واحد يعني منخفض معدل البطالة منخفض معدل التضخم يفترض العلاقة عكسية عندما يرتفع معدل التضخم أن يهبط معدل البطالة نحن بس نفسرها أكثر نفسرها هذه الظاهرة تسمى بالفلسفة الاقتصادية هي الركود التضخمي أي أن هناك طلب على السلع والخدمات والمعروض النقدي كبير لأننا دائما عندما يكون عندنا ارتفاع في معدلات التوظيف هذا يعني عندنا صرف وعندنا طلب وبالتالي يكون في ارتفاع للإنفليشن ريت أو المعدلات التضخم التي ذكرتها وهذا الشيء الآن غير متوافق هل هذا يعني طبعا نحن قبل بمرة كنا اجتمعنا دكتور كنت قلت لا أرى أن هناك رفع لمعدلات الفائدة باجتماع سبتمبر ولا باجتماع أكتوبر الآن هل بالفعل ترى هناك رفع بديسمبر أو في جانوري من العام القادم أظن أن أو توقعاتي حسب الدراسات والتحاليل التي قمت بها أن رفع سعر الفائدة بررت جينة يلن بعدة مبررات ذكرت أن هناك تباطئ في النمو الاقتصادي العالمي وهذا يؤدي إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي فيحول هذا الأمر دون رفع سعر الفائدة كذلك بالنسبة لجينة يلن البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة لا تبشر باقتراب أو بإجراء موعد لارتفاع سعر الفائدة كذلك الأمر انخفاض أو تراجع المصانع الغير مسبوق منذ عام حيث نجد أن هذا المؤشر انخفاض أكثر من المتوقع بكثير حيث كان المتوقع له 0.9% تراجع إلى 1.7% في حين كانت القراءة السابقة هي 0.4% لهذا المؤشر وهذا يدل على أن هناك انخفاض في الانتاجية في الاقتصاد الأمريكي أضف لذلك أن هناك المؤشر الرئيسي الذي يقيس سلة العملات وهو الدولار الأمريكي نجده لا يزال يحهم حول المستويات المرتفعة وهذا مؤشر على عدم إمكانية الرفع في حال الرفع ينبغي تخفيض يكون أقل من المستويات الحالية حيث يعطي ذلك براح أكثر للبنك بأن يرفع بدون أن يكون هناك رفع قوي جدا لأسعاره بتؤثر على نتائج الشركة وأيضا على حركة الاقتصاد دكتور خالد أنا بتسمح لي أخذ فاصل قصير وأعود بعدها لاستكمال هذا الحديث وأعود من جديد إلى ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور خالد الزامل وهو المستشار المالي لمجموعة أطلس لتطوير الاستثمار دكتور خالد قبل الفاصل كنا نتحدث عن ما هو الموعد اللي بتتوقع لرفع معادلات الفائدة للفيدرالي الأمريكي نعم قبل التوقع لابد من نظرة تحليلية للأثار أو للطبيعة والخصائص اللي بتتعلق برفع سعر الفائدة سعر الفائدة ليس المؤشر الوحيد بالسياسة النقضية كما نعلم والضغط باتجاه رفع سعر الفائدة عبر عام أدى إلى كوارث كثيرة وأدى إلى خاسرين كثر في الاقتصاد العالمي الرفع سعر الفائدة بالنسبة للمدخرين سوف يؤدي إلى زيادة العوائد كما نعلم حسب القاعدة الاقتصادية أما بالنسبة للمستثمرين سوف يؤدي إلى الامتناع رفع الكلفة سوف ترتفع التكلفة وبالتالي سيدرس المستثمر أو أصحاب الفعاليات موضوع الكفاية الحدي لرأس المال أو ما يسمى بمعدل عائد على الاستثمار فإذا معدل عائد على الاستثمار كبير ممكن أنه يؤدي إلى الاستثمار والخوض في موضوع الاستثمارات العقلة الاقتصادية تفرض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أن يوازنوا رغباتهم في الاستثمار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل تكلمنا عن موضوع تراجع في الانتاج تراجع في المصانع والمعامل والطاقة الانتاجية وهناك فقر فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية حسب إحصائيات بأزمة 2009 وصل إلى 43.9 مليون فقير من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية البالغ 307 مليون نسمة أي ما يعادل 14% وتعريف الفقر كما تعلمين أنه هو قدرة على تأمين الحد الأدنى لمستويات المعيشة الذي يحصل الآن هو فجوات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي وهو الاقتصاد العملاء والاقتصاد القائد للدول كونه يشكل 23% من ساهمة النادج المحل الإجمالي العالمي البالغ 75 مليون تريليون دولار هذا الاقتصاد عم يأخر أو ممكن عم يأخر ارتفاع سعر الفائد لسبب هام جدا ينبغي على المستثمرين والمتداولين في الأسواق أن يأخذه بعيني الاعتبار وهو عدم الاستقرار المالي في الدول في دول العالم كافة نلاحظ الاضطرابات ورأينا بعض التقلبات في الأسواق المالية والمقاطر الغير ملائمة بالنسبة لبعض المستثمرين بدخول استثمارات غير مدروسة وغير القيام بعمليات استقراء للمستقبل بشكل صحيح ونجد أن الخسائر بلغت حوالي 1.3 تريليون 1.3 تريليون هو يشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب الـ 1.7 حسب الحسابات التي عملتها هذا الرقم كفيل أو يضاهي الرقم فيما يخص الميزانيات السنوية إلى 30 أو 40 دولة صغيرة في العالم وهو كفيل بتسديد نصف ديون في الدول العالم الثالث وهو يضاهي ضعف مبالغ الإنتاج النفطي السنوي العالمي أرقام مرعبة تم الخسارة بسبب الحديث بين الفينة والأخرى فيما يخص سعر الفائدة أمريكا ممكن ترفع سعر الفائدة ممكن تحجم عن رفع سعر الفائدة دكتور أنا أستوقفك عند هذه النقطة نحن فينا نعتبر بشكل أو بآخر أنه البلاد المتحدة الأمريكية من بعد كل هذه الخسائر هي حضغة الأسواق فبالتالي أي رفع تم احتسابه أو برأيك أنه نحن سنرى المزيد من التدهور في حال تم بلفع للرفع وكم لخمسة وعشرين نقطة أساس كقيمة أن تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات العالمية بشكل عام الموضوع ليس موضوع السعر الفائدة ممكن يصير مواءمة يرفعوا سعر الفائدة ويراعوا السياسات الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد المالي أو ما يسمى الاقتصاد الكلي من خلال متغيرات الاقتصادية فهي ممكن تلجأ إما لرفع السعر الفائدة أو تلجأ لأدوات أخرى ما هو هدفه من رفع السعر الفائدة هي عملية حجم المعروض النقدي في الاقتصاد يعني بحيث أنه يتم ضبطه أيوة يتم ضبطه سيما أنه تبعت برنامج كبير بالتسيير الكمي بلغ 700 مليار دولار فهذا الدولارات أو المعروض النقدي هل هو فعلا دهب إلى الاقتصاد الحقيقي أم إستاتو موجود بالتداولات الوهمية بالنسبة لأننا نلاحظ أن الأسعار الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية تفوق 16 ألف بالنسبة للداوجونز مؤشر مرتفع أكثر بكثير من القيمة الحقيقية لهذه الأسهم عم نجد أن هناك كثير من المؤشرات عم ترتفع ليس بقيمتها الحقيقية التي تولد الدخول وإنما يتم ارتفاعها المتداولون يتداولون في السوق يولدون الدخول من خلال ارتفاع الأسعار وليس من خلال المصدر الأساسي لهذا الأصل بتوليد القدرة الانتاجية فأنت برأيك بأن رفع معدلات الفائدة الآن وهو مفرد بأنه يستطيع أن يضبط الصيولة في الأسواق غير مقتنع بأنه قد يحدث هذا العام بكل تأكيد ليس هذا كلامي أيضا كلام حاكمة الفدرالي الأمريكي حين قالت بالتصريح الأخير في جامعة مستو سيتس تكلمت بكلام واضح أن الركود الاقتصادي في العالم سيبدأ بالانحصار ونحن الآن عند نقطة التشبع بالنسبة للانهيارات سيبدأ التحول نحو الرواج أي سوف يصاحب هذا الرواج هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار وانحسار سقوط النفط وأسعار الواردات والضغط على أسعار المستهلت وهذا لن يحدث إلا؟ أظن هذا الأمر سيحدث عندما تتعافى كونه المؤسسات الدولية نعرف أن المثلث الدولي الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمنظمة التجارة العالمية الهدف الأساسي من هذه المنظمات والمؤسسات الدولية هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحجب أو كبح الألزمات العالمية فبعض الإشارات تشير أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعافى بالألفين وخمسطاش وشفنا ناتج محلي الإجمالي للربع الثاني كان هو عبارة عن ثلاثة فاصل تسعة بالمية حين كان بالربع السابق متراجع هو حقق الهدف فيما أشار إليه توقعات صندوق النقد الدولي بأن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية سابله ثلاثة فاصلة ستة وفي سنة ثلاثة ستة عشر سابله ثلاثة فاصلة إذن لا رفع لمعادلات الفائدة برأيك هذا العام أظن ذلك ممكن حسب التقديرات وحسب القراءة أن الرفع يتم بشهر آذار 2016 وأنا أشكر حضورك معنا الدكتور خالد أزامل المستشار المالي لمجموعة أطلس لتطوير الاستثمار وأكيد سيكون لقاء آخر ونرى بالفعل أي ما سيكون رفع معادلات الفائدة